هلا حبيبي بتمنى الكل يكون كتير منيح اليوم رح نتكلم او رح نشوف توقع عسبرج سرطان لها الشهر. بتمنى الكل يكون كتير منيح اللي مشترك في القناة يشترك يضغط على زر سبسكرايب او زر الاشتراك يعمل جيم او اعجاب ام ام رح نشوف توقعاتك يعني طاقتك الحالية مشاعر الحبيب شو احوالك انت كمان شو رح يصير طاقات عمو طالر شمسي القمري. نخليها طاقتك. يعني احوالك شو رح يصير. وقروت النصيحة. طاقتك اول شي انت هلا يعني رغم كل شي يعني رغم انك بيتبين العالم انك منيح. من جواتك كتير منيح. انك بخير انك تحتفل انك عايش تمام. بس جواتك في حزن كبير. بتداري بتداري باصحابك طلعتك يعني كل شي يعني بتداري انك حزين من جواتك. كمان يعني بت بتراقب شخص ما يعني على السوشال ميديا بتراقب شخص ما. هي طاقتك الحالية شو يعني احوالك شو رح يصير. نحن نشوف احنا كمان. اول شي انت بتسنى انه حقيقة تبهر لك. هي ممكن شركك انه شركك في علاقة تولتي ممكن. هاي الخراءة المرتبطين. بس لو طلعت معي طاقة منفصلة نقول لكم طاقة هادي طاقة منفصلة. بس احشوف. انت بتستنى في حقيقة تظهر لك. رغم انك متأكد من ان الشريك بيحبك. بس شاكك في شي معين. شاكك انه ممكن الشريك شريك 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 اللي ما حالين بتشك يعني ممكن يعني بيتواصل مع شريك جديد او هيك يعني شي هيك. يعني عندك خوف انك تنكسر يعني قلبك ينكسر. بس مش اني حقيقة تظهر لك. حقيقي انت مش اني يعني عايز اني يعني حقيقة ما تظهر لك. بس رح. بتشتغل على شي تشتغل على شي في الصمت يعني ما قال حدو عليه. ممكن انك بتشتغل على شي. او الحبيب يشتغل على شي و بتحسه انه بايد عليك. لشان هيك بتحس ان الحبيب بعيد عليك. ومن هيك يعني بتقول ممكن يعني الشريك بيغضرني يعني حسسته بايد وهيك لو اضوع يعني الشيء اللي بتدور في دماغك. بس راح تجيك فرصة ما راح تجيك فرصة عمل يمكن. يمكن فرصة عمل. انت بتراقب الشخص ما بتراقبه يعني شوف يعني هيك والشريك بيرقبك بس هذي قراءتك انت لسه راح نشوف قراءة الشريك يعني بص يعني عيونه بيشوف يعني باري مضاعو كل شي بس عيونه رايحة لا. لشخص ما يعني بتجسس على شخص ما ممكن. انت علي. يمكن بتشكل اه انه انه حبيبك عنده علاقة ثلاثية ممكن. راح نشوف انك واشفت الشك اني حبيبك عنده علاقة ثلاثية. ايه? يعني بتفكر وتفكيرك معلق ومشتت كتير بتقول هذا الشخص هل? هل هو في علاقة ثلاثية يمكن? هل رجع للشخص من الماضي? يعني بتشوفه كأنه رجع للشخص من ايادة تفكيرك وإحساسك يعني انت. لسه راح نفتح الكارت بتاعتي الشريك. احنا اخد توضيح كمان. على القرد. في جو. في جو. سبس بيست. يعني. تستنى الشمس تطلع لك يعني. تستنى شمس تظهر لك. تظهر لك الحقيقة. انت بدك تعرف الحقيقة وبس. تستنى الحبيب بعيدة عليك كتير. بدك تعرف حقيقة ما. يعني. بتفكر كتير بتستنى الشيء اللي انت يعني زرعتها تحصدها. بس يعني راح يجيك. من غير الشخص اللي انت معاه. راح يجيك. عرض ما. راح يجيك. انه انسان يعني مكتمل يعني مادين. وحلوة كتير. بس انت من ضدك يا. انت بس ضدك تعرف الحقيقة. لو عرفت الحقيقة راح ترتاح. يعني هلأ تفكيرك في انك تعرف الحقيقة وانك ترتاح. شوفك كمان زعلان يعني. يعني الكرت بيزد بيأكد لنا كمان. يعني نفس الناس بتبينهم طاقتك في الاول. بتبين انك فرحان وكل شيء. بعدين بيجي هاتق يعني جواتك ولما يجي الليل يعني بتبكي. انت تزواتك في حزن بس مداري. بس عندك طاقة استشفاء. استشفاء من الشيء. من الشيء. بتحاول تسيطر على مشاعرك. بدك الحقيقة يعني بدك الحقيقة ولما تعرف الحقيقة بدك ترعب. يعني ممكن بتشوف ان الشريك يعني عقله وانه بهيد. ممكن هالشريك ما بيعني يعني ما بيخونك ولا عنده علاقة ولذي هي ممكن. بس انت بتشوفك انه عنده علاقة ولذي وبدك تعرف الحقيقة. اي تمام بدك تعرف الحقيقة. بدك تسيطر على مشاعرك. بعدين لما تعرف الحقيقة بدك ترحل. ما بعرف مش طلعت لهالطاقة. بس راح نشوف كمان هالحبيبي يعني عنده علاقة ثلاثية او لا. بس احاخد توضيح كمان. بس هناك تواصل يعني هناك تواصل. و ترك كل اشيء اللي بزرحتك. بس هناك تواصل يعني توصل رح يكون هناك توصل رح يكون يعني فيه السراحة يعني رح يقول لك السراحة هلأ رح نروح لنصيحتك نصيحتك يعني خد يعني كل الحيطة والحذر من اشخاص حولك يعني بدها تسرق منك شي يعني تسرق منك شي ما رح يزعله لأي شي يعني يسرقه وكمان يعني رح يشمده فيه بد بالك من الناس بدك تفرح يعني بدك تفرح من كل قلبك وان شاء الله رح تطلع الشمس رح تطلع الشمس ورح تشرق ورح يكون كل شي رح تطلع الشمس وتشرق ورح يوضح لك كل شي بالك يعني كل شي كل الحق اللي قرح توضح لك عندي هون انك رح تترك الماضي ورده ركو رح تفل رح تمشي همت علي هاي هاي طاقتك هلأ نصيحة يعني نصيحة يعني كل شي بيوجعك اتركوه فل ما تتمع ولا حكي اختار اول شي لازم تختار راحتك انت راح تكون نفسي يعني لازم انت تكون مرتاح هلأ حبيبي راح نروح للمشاعر الحبيب نوايا طاقت الشريك الحالي هلأ راح نروح طاقت ورح نشوف اذا اذا هلأ هو يعني بفعلا عنده علاقة سولتي راح نشوف حبيبي راح نشوف اذا الانسان يعني عنده علاقة اولا رح نروح للشريك هلأ يعني الشريك هلأ مشاعره هنا وياه شريك في الطاقة الحالية حبيبي اللي موم الشريك يعمل الشراك أسفى يعني عاوزة يعني مثل عن نفس الطاقة لازم يعني فرنة الورقة كثير منيح هلأ طاقة الشريك حبيبي مشاعر الحبيب او الشريك نوايا القراءة القراءتكم انتو كان جميع الطاقات كان برج الجوزاء وبرج التور طاقة هيدا الشريك يعني ممكن يكون في الطاقة الحالية اللي عنده يعني سريح زياد عن اللزوم يعني ممكن استراحة تكون تجرحك بعض الاحيان صريح كثير هذا الشخص يعني فطاقة الحالية هو في طاقة الحالية بيحس كأنه هو كمان سرق من عنده شيء مستطاقة يعني تقربين هذا الكرطة لعلكم انتو كمان طاقة الحالية يعني كلامه مقاصي شوي جاف يعني جاف تعامله بيحس كالطاقة الحالية بيفكر كأنه ينسرق منه شيء رح نشوف مشاعره مشاعره حاليا يعني بصراحة هذا الشخص مشاعره حاليا بيشوف يعني قاعد ما عم يعملها كمان شيء مثل قاعد ما استني فرصة قاعد ما استني شغل قاعد ما استني شيء يعني شيء يصير قاعد ما استني فرصة ممكن اكتري فرصة يعني نستني فرصة مادية فرصة تجي من العمل ممكن بيغير عمله من شان هيك يعني ممكن هذا الشخص يعني يكون بنشغل في العمل من شان هيك بيشوف انه مو معاكم ما بتحسوا هاخد كمان بترحب شوفه هو هذا الشخص